بات الحارس الفرنسي هيغو لوريسا اللاعب الأكثر مشاركة مع المنتخب الفرنسي عبر التاريخ إذ وصل إلى المباراة رقم 143 في مواجهة ربع نهاي كأس العالم ضد منتخب إنجلترا وتجاوز لوريس رقم المدافع السابق لليانتورام الذي كان ينفرد به منذ عام 2008 بواقع 142 مباراة دولية للإشارة خاض لوريس مباراة الأولى في مشواره الدولي مع المنتخب فرنسا سنة 2008 تحت قيادة المدرب دومينيكا